وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتنسيق مع فروعيها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى سوارها لا سيما جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط أكثر من 73 طن دقيق أبيض وأرز وسكر ومقارونا تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول خلال حملات شنتها الإدارة بالجيزة والغربية ونجحت في ضبط قرابة 16 طن دقيق بلدي مدعم داخل شكائر بها نقص في الأوزان لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول بحوزة مسؤول مستودع دقيق تابع لإحدى شركات المطاحن والمخابز بالإسكندرية ونجحت الإدارة في ضبط قرابة 92 طن مواد بناء بحوزة خمسة من مالكي ومسؤول مخازر لتجارة مواد البناء بالمنوفية والإسماعيلية قاموا بتخزينها لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط خمسة وخمسين طن أعلاف حيوانية إضافة إلى سبعة أطنان أقمح محلية محظور تداولها بحوزة مالكي سلاسة محلات لتجارة الأعلاف بالمنوفية بهدف حجبها عن التداول بالأسواق لبايعها بأزيد من سعرها المتداول وضبط أكثر من خمسة وأربعين طن أسميدة زراعية غير معلن عن أسعارها قام أسنان من مالكي مخازر لتجارة الأسميدة الزراعية بسوهج والمنوفية بتجميعها لبايعها بالسوق السوداء وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية نجحت الإدارة في ضبط قرابة ثلاثمائة وخمسة وثلاثين طن مخلل وملح طعام غير صالحة لاستهلاك الأدمي بسلاسة مصانع لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية وبنسويف قبل أن يتمكن المسؤولون عن تلك المصانع من ترحيها بالأسواق وهو ما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين وتمكنت الإدارة من ضبط قرابة مئة وثلاثين طن زي الطعام ومسلزمات إنتاجه غير صالحة لاستهلاك الأدمي بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية وضبط قرابة سبعة وتسعين طن لحوم ودواج ومقطعاتها ومصنعاتها غير صالحة لاستهلاك الأدمي خلال حملات شنتها الإدارة بالجيزة والمنوفية والإسماعيلية والشرقية كما نجحت الإدارة في ضبط ثمانية وتسعين طن أعلاف حيوانية غير صالحة لاستخدام وتمثل خطرا على الثروة الحيوانية بحوزة قائد سيارة بالفيوم ومالك مصنع أعلاف حيوانية بالإسماعيلية وتمكنت من ضبط خمسة عشر طن أسميدة زراعية غير صالحة لاستخدام وذات أثر دار على الثروة الزراعية بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسميدة الزراعية بقنة وتمكنت من ضبط ستة وعشرين طن مستلزمات إنتاج منظفات صناعية غير صالحة لاستخدام بحوزة المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بالإسماعيلية وأضبط قرابة ستة عشر طن بلاستيك مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مخزن لتجارة المنتجات البلاستيكية بدون ترخيص بالشرقية